أو دعنا نبين أمرين يكسر الخلط بينهما وكثير من الناس يعني يخلط بينهما وهو أن يكون الإنسان مثلا يحب أن يبدو في مظهر حسن ومثلا يلبس سوبا نظيفا سيارة نظيفا منزلا نظيفا أو متميزا ويأكل طعاما طيبا وهكذا وهل هذا يعد من الكبر؟ لا ومن حسن الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل بهذا السؤال أنه قيل له أن الإنسان أو العبد يحب أن يكون سوبه حسنا ونعله حسنا فسألوا هل هذا من الكبر؟ في النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال إن الله جميل يحب الجمال هنا أتت هذه العبارة الجميلة أتت المسألة فعلا يعني معناها ليس هذا من الكبر وإنما الكبر قال كما قال في الحديث الشريف الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق معناها رفض الحق وإنكار ولذلك الذين يجادلون في حقوق الناس ويأكلونها أو يبررون الاعتداء عليها هذا هو الكبر ده يعني اللي هو بطر الحق يعني تخلي الحق باطل وتخلي الباطل حق أو أن تحرم صاحب الحق من حقه غمض الناس اللي هو معناها التعالي على الناس أو احتقار الناس هذا هو الكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه يعني بين الأساسين اللي اطلق منهما الكبر أو كل ألوان الكبر وهو أن ترفض الحق أو أن تغير الحق إلى باطل أو أن تغير الباطل إلى حق مع احتقار الناس أو احتقار الآخرين التعالي عليهم الاستقواء عليهم يعني أمور كثيرة تحدث تحت هذه المظلة المظلمة مظلة الاستقواء مظلة الاحتقار مظلة الظلم كل هذا يستتبعه الكبر أو الشعور بالكبر وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء دون أن يحاسبه أحد أو يراقبه رقيب ويغيب عنه تماما أن الله مطلع عليه هذا لا يخضر على بال كثيرين جدا وهم يقترفون مثل هذه يعني نستطيع أن نقول مثل هذه المعاصي أو المصائب لأن مشكلة الكبر ليس هو كالخمر مثلا قاصر على شاربه ولا على الموبقات الأخرى التي هي لكن مشكلته أنه هو مع الآخر يتجاوز بأثره طبعا هو كما قلت أنا ما يشتغلش إلا مع الضرف تاني يشتبك حين يشتبك مع الضرف تاني هناك زي الظلم بالضبط زي الظلم في ظالم وفي مظلوم في ظالم وفي مظلوم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغمض الناس يعني أنه يتعامل مع الناس باستعلاء بتكبر بتجبر بظلم بحرمان حتى يعني قالوا أنه يعني لو نظر إليه بعيني لاستخفاف يعني يهزأ منه مجرد نظرة مجرد نظرة يهزأ منه أو يسخر منه كل هذا كبر